موسيقى السلام عليكم و أصد الله و أقاتكم بكل خير و أحييكم و أدعكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الروائي الأردن محمد الزوقة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع الإبداع بين القصة و الرواية قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم موسيقى ضمن فعاليات الاحتفال بالمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018 تتواصل أعمال النسخة السادسة من معرض سيمبوزيوم البحرين الدولي للنحت بمشاركة 12 فناناً و يهدف المعرض إلى تعزيز القاعدة الفنية للفنانين البحرينيين عبر دمجهم بفنانين ذوي خبرة واسعة من دول مختلفة انطلقت في الكويت فعالية مهرجان الإجرين الثقافي بدورته الرابعة والعشرين و يحفل برنامج المهرجان الذي يستمر حتى التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري بعديد الأمسيات الموسيقية والعروض المسرحية والسينمائية والندوات والمحاضرات بالإضافة إلى المعارض التشكيلية والورش التدريبية نبقى في الكويت فاحتفاءاً باليوم العالمي للغة برايل أعلنت جمعية المكفوفين في الكويت عن إنشاء أول مطبعة وأول دار نشر في الوطن العربي تصدر مختلف الكتب والمجلات بلغة الكتابة والقراءة الخاصة بالمكفوفين وذلك تدليلاً لصعاب التي تواجهها هذه الفئة من الناس في سبيل القراءة والاطلاع في واحد من أهم الفعاليات الفنية العربية انطلق اليوم الجمعة مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية بدورته الخامسة المهرجان الذي ينظمه مركز فراط قدوري للموسيقى يشارك فيه فنانون من إحدى عشرة دولة عربية وأجنبية يقدمنا مزيجاً غنياً بالثقافات الفنية والتقاليد الموسيقية العريقة في الشارقة أيضاً تختتم اليوم الجمعة فعالية الدورة السادسة عشر من مهرجان الشارقة للشعر العربي المهرجان شهد مشاركة ثلاثين شاعراً وشاعراء من سبع عشرة دولة عربية كما كرم الشاعرين كريم معتوق من الإمارات ونور الدين صمود من تونس تقديراً لدورهما الفاعل في الساحة الشعرية العربية تحت شعار نحو مسرح جديد ومتجدد تستمر في تونس فعالية الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي وتشارك هذا العام سبع وعشرون مسرحية من اثنتين وعشرين دولة عربية تتنافس إحدى عشرة مسرحية منها على جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان الذي سيختتم أعماله وعروضه يوم الثلاثاء المقبل أعلنت الأمانة العامة لجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي انتهاء أعمال التحكيم للأعمال الأدبية المتنافسة على جوائز دورتها الثامنة مضيفة أنها ارتفعت هذا العام لنحو ستمائة وثلاثين عملاً من ثمان عشرة دولة عربية وأجنبية مشيرة إلى أن إعلان الفائزين سيجري في الخامس عشر من شهر شباط المقبل في مدينة الخرطوب أهلاً بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الروائي الأردني محمد أزوقة موضوع حلقتنا لهذا اليوم الإبداع بين القصة والرواية مرحباً بكم سيد محمد أزوقة ضيفاً على قلعات شكراً على استضافتي ومساكم سعيد حياك الله سيد محمد مرحباً بك شكراً نعود إلى البدايات أو نمسك الخيط من البداية يعني في بداية ممارسة الحياة العملية لحضرتك يعني عملت في مجالات مختلفة صناعية تجارية شركات طيران شركات تأمين في هذه الفترة يعني مع بداية الفتوة والشباب وبداية النضوج هل كانت رغبة الكتابة تسير بخط متوازي مع هذه الأعمال من أن هذه الأعمال لا علاقة لها في الكتابة أعمال تجارية صناعية هل كانت رغبة الكتابة يعني حاضرة في تلك الفترة أنا طول عمري قارئ نهم نعم وكنت بهذا الإطار يعني مرفع أمسك الكتاب إذا ما عجبني أوقف بعدين ما كان عندي نية الكتابة مطلقاً يعني إلا لما بلغت يمكن عمري 42-43 سنة صابني مرض في ظهري نعم اللي هو الدسك وأقعدني شهرياً فاختمرت في ذهني رواية على مدى شهرياً لقيتها كاملة في ذهني فقمت لبست عبايتي بعد ما طبت وقعت على الطاولة وكتبتها نعم وكان عمري 44 سنة نعم اللي هي رواية الثلج الأسود الثلج الأسود نعم هذه صدرت في عام ثمانية وثمانية ثمانية وثمانية نعم يعني هذا أول عمل إبداعي نعم لحضرتك نعم يعني بدي أن يعني يعني أنت أصدرت هذا العمل بعد فترة فترة طويلة يعني بيدي أن أسمع منك كيف كانت الأصداء لهذا العمل على يعني على محمد أزوقة والأصداء في المشهد الثقافي على أول عمل روائي لحضرتك الحقيقة أنا شخصيا أول ما خلصت العمل هذا شعرت بالذعر لأنه أولا مش صغير حتى أبدأ هذه المسيرة نعم فكان إلي صديق شاعر رحمه الله عبد الرحمه عمر نعم أخذت المخطوطة مطبوعة ورحت له نعم فقال لي طيب امهلني يومين ثلاثة بعد ما خلصها طبعا أنا ما نمتش اليومين هدول ضرب لي تلفون قال لي تعال فأروحت قال لي اسمعي محمد هذه الرواية لو لم تكن جيدة برميها بزبالي لأنه أنت كبير وما بدقرش أقول لك روح تثقف وتعلم نعم وادرس وإلى آخره لكن رواية رائعة تفضل ونشرها طيب شو أنا أشطب منها قلي ولا إشي وطبعا ما اقتنعت رحت لأصدقاء آخرين أعطيتهم نوسخ والكل شجعني نعم فنشرتها وكان يعني أول مفاجأة لي من الشاعر الصحفي المرحوم خالد محادين نعم اللي كتب مقال في جريد الرأي رهيب جدا نعم وشعرت أنه فعلا يعني قدر يتفهم الرواية بشكل جيد وتلقت حقيقة قبول أنا أدهشني كرواية أولى في الوسط الأدبي الأردني نعم أنت تأخرت كثيرا كما قلت في الكتابة نعم هذا التأخر هل كان يعني تخوف من دخول المشهد الثقافي والمشهد الأدبي أم لغاية أنك يعني تخرج بعمل يعني يضيف لك زخوا أو نصرا في هذا المجال أنا لم أكن أبحث عن نصر في الحقيقة أنا كنت خايف نعم يعني أنا أحترم القارئ نعم وأي رواية أكتبها بعمل عليها بحث مستقصي مئات الصفحات آلاف الصفحات حتى أتأكد من كل معلومة أوردها في كتابي لأنه بقول دائما أنه هذه الرواية قد تقع في يد إنسان بفهم في قضية النفط مثلا أكثر مني وإذا لاحظ أنه أنا يعني سطحي في هذا الموضوع بده يعني يكون موقفي أمامه ضعيف جدا نعم فبالتالي أتقصى وتقصى ثم أكتب وأهم الأول هو أن لا أقع في أخطاء توثيقية معلوماتية أو أظلم ناس إلى آخر هذا فأنا حقيقة أكتب معيني على القارئ نعم قبل كل شيء لا أبحث عن شهرة أو كده لأنه تحدي ثم بني عالمنا يعني رواية كانت أتحدث عن ثورة البترول في المنطقة العربية أي هذا العنوان السلج الأسود السلج الأسود نعم يتحدث عن الفورة نعم اللي حصلت في الأردن بعد الثلاثة وسبعين نعم نتيجة لارتفاع أسعار النفط والهبة العقارية والهبة الاستهلاكية اللي نعم صاحبت هذا والأجواء المحيطة بالأردن أنا لا أستطيع في أي عمل أكتب أن أتخلى عن البعد العربي اللي بعيشه الأردن نعم إطلاقا يعني عادة السلج هو يعني دائما يقترن مع الانطفاء وتبريد الجذوة والثورة والبترول مع النار والاحتراك كذا كيف جمعت العنوانين في عنوان واحد أو جمعت الحالتين المتناقضة في هذا العنوان هي التناقضات اللي عم تحصل في وطننا العربي حقيقة يعني لسه أكثر من كونه الثلج صار أسود لكن في رمزية في أحداث الرواية تشير إلى ما حصل إلى الثلج حتى أسود يعني هل طلعت على أو قرأت رواية مدن الملح لعبد الرحمن المنيف هل هناك يعني قواسم مشترك الأستاذ عبد الرحمن المنيف نعم دكتور عبد الرحمن المنيف رحمه الله أنا في رأيي المتواضع باستحق جائزة نوبل للأدب نعم لأنه كاتب متعمق ولكن أنا بالنسبة إلي مدن الملح شيء لا يطال ولا أستطيع أن نقارن نفسي فيه أبدا لأنه هذا النفس الذي يستطيع أن يكتب خمسة مجلدات عن الصحراء وأهل الصحراء هذا يقترب من الإعجاز حقيقة نعم وفي الخمس أجلاء غير ممل فلا أعذرني يعني لا أستطيع وعنده أيضا أرض السواد عن العراق أهل ذاك الصوب وأهل ذاك الصوب دمه خفيف الرواية الثانية صدرت عام تسعين وهي دقيقتان فوق تل أبي طبعا هناك كتاب صدر بعنوان دقيقتان فوق بغداد لكتاب يهود وهو يتحدث عن عملية استهداف المفاعل نوي التموز العراقي في بغداد عام 81 في حزيران عام 81 وهناك كتاب كما قلت كتبوا من الصحراء من اليهود كتبوا عن هذا وكان العنوان الكتاب دقيقتان فوق بغداد هذا العنوان له علاقة بذاك العنوان؟ هذا العنوان هو الذي أوحى إلي بكتابة هذه الرواية هذه الرواية حقيقة هي رد فعل رد فعل غاضب جدا على حقيقتين الأولى أنه أن يقوم الصهاين بهذا العمل الإجرامي على مفاعل تجريبي علمي وأيضا أن يطبع هذا الكتاب في سوريا نتيجة للخلافات اللي كانت قائمة بين سوريا والعراق في ذلك الوقت فاعتبرت أنا يعني أنه نشره بهاي الطريقة وترجمته نوع من السطحية والإغال في القصومة استصلت بعدد كبير من العسكريين والطيارين وستطعت أن أعمل في سوريا وفي الأردن وحتى في العراق استطعت أن أرسم صورة لرد فعل عربي ممكن إذا اتفقت الدول العربية المحيطة بإسرائيل أن تقوم بعمل يكون له صدى كبير جدا ويكون مؤثر في العلاقة ما بين العرب وإسرائيل عملية طباعة الكتاب في أو ترجمة الكتاب وطباعة الكتاب في دمشق هل كان من منطلق التشفي؟ في ذلك الوقت طبعا كان يا رأس النظام حافظ الساد وهنا خلافات طبعا بين النظام السوري في ذلك الوقت والقيادة العراقية في تلك الفترة هل كان من منطلق التشفي أو الاصطفاف مع داع الأمة في أنا هكذا كان رد فعلي أو هكذا كان شعوري أنه لم يطبع هذا الكتاب في دمشق ولم يترجم إلا في كنوع من التشفي وإغال في الخصومة القائمة بين دولتين عربيتين تحملان نفس المبدأ نعم الرواية الثالثة كانت والشتاء يلد الربيع عام 98 يعني الآن صارت ذاكرة العرب تقتر عندما يذكر الربيع دائما الانقلابات والثورات وما نتج عنها الآن بعضها يقف يصطف معها وبعضهم يقف ضد هذا التوجه وهذا المسار يعني هناك زمن بعيد يفصل بين زمن الرواية وزمن الثورات وما سميه بالربيع العربي هل هي نبوءة كاتب كتبت عن هذا العنوان في تلك الفترة يعني أنا أبدأ أقول عن حالي أني إنسان متفائل فكتبت هذه الرواية بدأت أكتبها في أوائل التسعينات وحملتني ثلاث سنوات رواية كبيرة بالحجم ما كنت يعني أقول أني أنا صاحب نبوءة وأتنبأ بالربيع العربي اللي هو الربيع الكارثي لكن كنت أقول أنه كل المعاناة العربية على مدى الخمسين سنة الماضيات لهذاك الحدث لابد وأن تكون نتيجتها بأن يشرق الربيع على أمتنا كتبتها بنفس تفاؤلي وهي أصعب عمل قمت فيه حقيقة لأنه يعني تطرقت إلى الأوضاع السياسية في العراق وفي سوريا وفي فلسطين المحتلة وفي الأردن وفي كل ما يتعلق بالمنطقة المحيطة فينا بحيث أنه يعني شعرت وإجاني أخبار من دولة عربية شقيقة أنه لا تنشر هذا الكتاب الكتاب قعد على الرف أربع سنوات وأنا خايف بعدين قلت خلاص يعني بش معقول كل هذا الجهد اللي عملته لازم يعني يرى النور وفعلا قمت بنشره ورحت على ذاك البلد العربي الشقيق بعد ما نشرته وكان في إلي قريب في الدوائر الأمنية عتبني عتاب مر قلت له أنا لم أقول سوى الحقيقة قل لي إحنا ما ربنا إياك نقول الحقيقة هم عارفين الحقيقة مرة بهاي المصابة فكان كتاب متعب حقيقة يعني أنت كنت معتقد أنك راح تفحم بهذا وأنه يقر أنه هذه حقيقة يجب أن قل لي من أعرفها فالحقيقة أنا أيضا حتى في الأردن نعم يعني مدين لمعالي الدكتور ممدوح العبادي نائب ريس الوزراء حاليا في نشر هذا الكتاب على نفقة أمانة عمان الكبرى ولأني كنت عرضته على المرحوم عبدالله رضوان مدير الدائرة الثقافية الله يرحب في ذاك الوقت وقل لي أنا هذا ما بقدر أنشره فأعطاه كمخطوطة للدكتور ممدوح اللي كان مسافر على روسيا بصفته أمين عمان الكبرى ذاك الوقت وقرأوا الرجل في طريق الروحة وبطريق الرجعة وأثناء وجوده في موسكو وقال له أنشره على مسؤوليتي فنشر حقيقة وقائجتني أصداء كثير أنه يا أخي شو هل يتحكي وكذا ولا أخري لكن لم أتجنى على أحد في رأيي المتواضع ولكن حكيت كثير عن الأنظمة العربية وما فعلته وما لم تفعله يعني هذه نظرة متفاؤلية حضرتك قلت من تلك الفترة والشتاء لدى الربيع نعم الآن عندما نريد من الكاتب أو يعني أنت لا تريد أن تقول أنها نبوءة أو هكذا كيف تنظر إلى ما يسمى الربيع العربي هي ثورات شعبية مؤكد هناك أكاسات سلبية من هذه الأنظمة والأنظمة الأخرى وولدت هذا الانفجار لماذا لم تعطي ثمارا إيجابية أو هذا الربيع الذي يسمى الربيع العربي لماذا لم يعطي ثمارا إيجابية كما كانت تطمح الجماهير التي قادت هذا الربيع الجماهير التي قامت في البداية بالثورة في الشوارع وفي مصر مثلا في ميزان التحرير على مدى هذه الملايين التي كانت تصل الليل بالنهار بريئة وتصرفت بدافع من حبها للوطن وهذا الكلام انطبق على ليبيا أيضا وعلى العراق وعلى سوريا وعلى الأردن إلى حد بعيد ولكن الذي حصل فيما بعد أنه بدأت هناك أدلة كبيرة على النفوذ أو التدخل والتآمر الأمريكي الإسرائيلي وأقولها بصراحة وأرجو أن لا أكون أحرجت هذه المحطة هذا الواقع نحن نقبل بالحقيقة وليس كالآخرين بل ندعم الحقيقة بارك الله فمثلا في اعتراف من نفس الإنسان اللي كانت مرشحة لرئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة بأنهم تآمروا فعلا وأوجدونا داعش والسلسلة طبعا لم تنتهي بداعش لأنه إجاب عديها النصرة وكان قبليها في طالبان وكل هاي القصص فالربيع العربي مع الأسف أجهد ولم يكتب له النجاح طبعا كانت فيه خطوات معينة في بدايته خلصنا من بعض الطغار ولكن لم يكتمل المشوار لأنه كان واضح أن الجهات المتآمرة اللي استولت على المشهد السياسي في الربيع العربي لم تكن تريد الخير لهذه الأوطان حضرتك عملت فترة طويلة في العراق في السبعينات القرن الماضي والثمانينات وانتدت الفترة لكن كما قلنا في مجالات تجارية صناعية يعني بعيدة نوعا ما عن العمل الثقافي هذه الفترة العمل في العراق هل استثمرت في التفاعل مع المشهد الثقافي في العراق؟ أكيد أكيد أنا حقيقة يعني لما بدأت أشتغل في العراق من الثمانية وسبعين إلى بدايات إلى نهاية التسعين واحدة وتسعين كنت حقيقة معجب جدا بالتنظيم بالإخلاص مثلا يعني في شاب مهندس بقول له أنت شو بتشتغل؟ قال لي أنا مهندس أسماك قلت له شو هالشغلة المضحكة؟ قال لي لا والله أنا عملت أحواض وكذا وإلى آخره نعم قلت له طيب وين دراست؟ لأ يكون في بنجلديش قال لي لا دراست مع احترام لبنجلديش طبعا قال لي لا في بيطانيا قلت له كان في عرب معك؟ قال لي آه كان في عراقيين قلت له كم واحد؟ قال لي 300 300 طالب عراقيا شو بدرسوا هذول؟ قال لي فيزياء فهذه عينة بسيطة على التخطيط العراقي في ذلك الوقت العراق الذي كان يبني دولة المستقبل الحضارية وأنا في تعاملي حقيقة وصلت إلى مرحلة في العراق كنت رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الغسالات في بغداد مقابل معسكر رشيد على مدى من 83 إلى 90 كنت رئيس مجلس إدارة تلقيت كل العون الممكن وكل المساعدة الممكنة من المسؤولين هناك التنظيم والمساعدات والآخره طالما كان ذلك ممكنا يعني كانوا يعطونا مثلا الدولر على 300 فلس أو شي قريب من هذا حتى يمكن مرات أقل طالما كانوا قادرين على هذا ولكن جاءت الأحداث السياسية التي تدمر هذا المصنع واتهج شغول فات صحبت حالي وطلعت لكن لا أزال أحمل يعني ذكريات جميلة جدا عن هذه الدرجة من التنظيم واتذكر كان الوزير التصنيع التقيل ما بعرف وين أوضعه أيام هالأيام الأستاذ عبدالتواب لملح ويش كان أيضا يساعدني كثير في حصول على التراخيص اللازمة والتسهيلات والقطاع والمتارات إلى آخرين من من الشخصيات الثقافية العراقية والأدبية التي كنت تلتقي بها في تلك الفترة أو خدمتك الظروف في أن تتواصل معهم والله مع الأسف يعني كأدباء وكتاب كبار ما أتيح لي المجال لأنه كنت أروح بوقت مضغوط يعني للعمل وأرجع لأنه كنت في نفس الوقت في عمان مدير عام شركة صناعية كبيرة وعندي 300 موظف فبالتالي يعني كان دائما وقتي مضغوط ما بين بغداد وإيطاليا والأوروبة ومدن الأوروبية الأخرى وعا شغلي في عمان نواصل حوارنا بعد الفاصل مع ذرة أنسى محمد فاصل قصير ثم نعود فابقى معنا أهلا بكم الجديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الرواي الأردني محمد أزوقة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع الإبداع بين القصة والرواية أعود إليك سيدا محمد كنت سألتك عن فترة نعم العمل في العراق أنا أعرف أنه علاقتك خلال فترة العمل وقبل العمل كانت عميقة مع القيادة العراقية وبنفس الوقت أظن أن الزوجة من سوريا نعم وكنت مضطرة تزور سوريا في وقت كان الخلاف محتدم جدا بين الحكومة السورية والقيادة العراقية كيف كنت توفق بين صدقني أنا بسبب علاقاتي في البلدين نعم كنت دائما أستغرب أروح على سوريا مثلا نعم أقولهم يا جماعة أن أنتم مختلفين على فاصلة نعم في عقيدة الحزب إلى متى هذا الخلاف فيقولوا لي هدولة كارتي هدولة كذا وطبعا أسمع كلام أرجع من هناك أقعد يومين في عمان أروح على بغداد يا أخوان ما في فروق عيب ما بصير لازم تتحدو بصير دولة من المتوسط إلى الخليج العربي ودولة كبيرة ولأخرية يقولوا لي هدولة علوية فتسمع نعم هذا الكلام من هنا يعني هذا الكلام كان محتط جدا بالنسبة إلي نعم لعدم وجود فارق في العقيدة وأنا إنسان حملت فكرة البعث من الخمسينات وأنا طفل كنت بالستة وخمسين كنت نصير نعم كنت كثير كثير أضايق من هذا وأسمع كلام يعني جارح من السوريين في حق العراقيين ومن العراقيين بالعكس فما بعرف يعني هل كانت القصة قصة عداوة شخصية أو تنافس أو كذا إنما شيء مؤسف جدا أنه وطبعا كان فيه دس خارجي حتما نعم منع قيام الوحدة من يغذي هذا منع قيام الوحدة الأول مجموعة قصصية أصدرتها انتقلت من كتابة الرواية إلى القصة أول مجموعة قصصية كانت تحت عنوان الخطيفة نعم صدرت عام 2015 نعم وهي عنوان القصة الرئيسية في هذه الأجموعة نعم وهي الخطيفة طبعا هذه تتحدث القصة عن بعض العراف للشركس نعم 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 كيف أو ما يخص عراف الزواج أنه تخطف البنت وتنقل من قبل الحبيب أو العريس إلى قرية أخرى ثم يصير أهل البنت أمام أمر واقع ووافقه على الزواج نعم يعني بدي أن يعني أسألك عن هذه العراف نعم يعني الشركس يعني في الغالب هم مسلمون نعم هذه الثقافة كيف تغلغلت إلى المجتمع الشركسي نعم ولا يتزوج ابنة خاله أو ابنة خالته ولا يعني دائما يحاول أن يبعد النسب قدر الإمكان هذه العراف متوارثة قديما قبل وصول الإسلام نعم دعم هذه موجودة قبل الإسلام وحتى كان يصل الحال في بعض الشراكسي إلى أنه ما يتزوجه من نفس الحي لأنه يعتبر بنات الحي هذول مثل خواته ومثل عرضه وهو مسؤول عن الدفاع عنهم في أي حالة فكانوا يحاولوا دائما يتزوجوا من القرى المجاورة أو من أحياء البعيدة في نفس القرية وكان فيه يعني طقوس تحيط بهذه العملية أهمها أنه الخاطف أو الشاب المتفق مع الفتاة على الخطيفة أنه يصطحب معه فتيات من صلبه من أقاربه المباشرة أخته بنت عمه بنت أخته إلى أخرية حتى يضمن ويكون فيه أيضا شباب آخرين حتى يضمن سمعة نقاء سمعة البنت اللي بديه يخطفها أنه ما جابها لوحده وصار ما لا يرضي الخلق الرفيع وطبعا كان يحطها أمانة عند أحد الوجهاء في قريته ويخبروا أنه هي كيك هذه البنت الفلانية فالوجيه يقول له خلاص أنت روح أنا بتكفل بالباقي ويروح الوجيه يحضر مجموعة من الناس كجاهة ويروحوا لوالد البنت ويقولوا له البنت عندنا في الحفظ والصون خطفت بإرادتها الخطيفة الشركسية لم تكن اختطافا على الإطلاق بالعكس يعني هي فيه تعبير بالشركسي إذا بتسمح لي أقوله دكواسة يعني خطفت معه نعم يعني بمحب إرادتها آه بإرادتها لأنه كان فيه يتصير أولا علاقة وبالتالي بعدين يعني يكون فيه تزاور يروح يزورها في بيتها هل كل حالات الزواج هكذا أم فقط حالات معينة لا هي مشكلها ولكن الآن عملت الضائل عملية الخطيفة حقيقة بسبب تعقيد الظروف واختلاف الأمزجة وأماكن السكان والطباع فبالتالي أصبحت الخطيفة يلجأ إليها فقط في حالات وجود خلاف بين الأبوين أو بين عائلتي الشاب والفتاة أبطال القصة إسماعيل وسنتاي ستناي ستناي أفضل ستناي ويعني هم الأبطال الرئيسيين نعم الخاطف والخطيفة هذه الأسماء حقيقية لا هي القصة كلها يعني مش حقيقية ولكن مبنية على حقائق نعم تعلمتها من زغري عن عملية الخطيفة نعم فلكل يعني الأسماء هذه كلها يعني مبتكرة نعم يعني الأسماء ليست حقيقية لا لكن القصة القصة واردة واردة طبعا نعم وحصلت عدة مرات ورويت إلي قصص عن القفقاش كيف كانوا يخطفوا وكيف يعني الشباب مثلا اللي يخاطفين بنت نعم يطلعوا على ظهور الخيل يوصلوا إلى أطراف القرية ويطلقوا رصاصتين أو تلاتة في الهوى حتى يخبروا شباب القرية أنه إحنا خطفنا بنت من عندكم نعم وأحيانا كانت تصير بعض الدعابات يعني هذه بعد أن يخطفوا البنت يقفوا على أطراف القرية نعم ويطلقوا نعم فأحيانا كتير إذا كان أحد من عائلة الفتاة فسد لشباب العيلة لشباب القرية نعم كانوا يترصدوا للخاطفين وهم حاملين البنتوا رايحين ويقولوا لهم أخذتوا بنتنا الآن بدكوا تدفعوا مال مال نعم نعم فكانوا طبعا بنوع من الدعابة يدفعوهم مثلا دنانير معينة أو قطعة ذهبية معينة حتى يروحوا يحتفلوا ويعملوا عزيمة احتفالا بهذا الزواج وفيما بعد لا تترتب عدوات بين عائلة نعم بس كان يعني كلها تمثيلية أنه حتى أنتم أخذتوا بنتنا لازم تدفعوا فلوس نعم القصة الأخرى في ضمن هذه القصص هو الشاب أو الطفل ناورز الأمير الصغير الذي يخطف ويباع إلى أحد النبلاء ثم عندما يكبر يسرق حصان من خيل النبيل ثم يعود ويلحق به هذا النبيل ثم يقفان على جانبي أو ضفتي جدول ثم النبيل يعني يترك له القرار بأنه يذهب إلى أهله تكاد تكون أو هكذا كأنها قصة واقعية ليست من خيال المحدة هي حقيقة يعني ضمن أنا كل هذا الكتاب كتبته وفي ذهني بعض الأساطير أساطير النارتيين اللي كانت مبنية على النبل والشهامة والشجاعة والإثار كل هذه الصفات فهذا النبيل لما جابد الصبي عرف بعدين من طباع الولد أنه هذا الولد من عائلة نبيلة وليس مجرد يعني عبد هو اشتراء فكان يحترمه ولكن خلا على خدمة الخيل والآخرين فلما جاءت هذه الخيول أدرك من نظرته لأحد الخيل أنه هذا من خيل النبلاء ومن الخيل المتفوقة فكان يطعمه بشكل جيد إلى أن استرد لحصان قوته نعم فركبوا بالليل ووجهه باتجاه عائلته هو نعم والإحصان كان يعرف فيعني هذه من القصص اللي سمعتها وأنا طفل نعم ربما يعني تكون صحيحة وربما تكون حدثت وربما تكون أيضا جزء من القصص التربوية نعم اللي بيكتبوها الكبار أو بيروها الكبار لمصلحة الأطفال حتى ينموا فيهم الشجاعة والنبل والأخلاق الحميدة نعم أنت عدت فيما بعت أيضا لكتابة الرواية نعم من الرواية التي كتبتها أيضا حريق الصخور نعم نعم حريق الصخور صدرت عام 2016 نعم أو 2014 نعم 2016 أيضا يعني بطلة القصة هي ستناي أيضا هذا الاسم نعم الشركسي نعم التركيز على هذا الاسم على المجتمع الشركسي هل هو من منطلق الحفاظ على هذا التراث وهذه الخلفية الشركسية ستناي هو اسم أبرز شخصية نسائية في أساطير الشركسية نعم هي البطلة بامتياز لأنه هي اللي ولدت سو سرقة اللي هو يعني البطلة المشهور الشجاع المقدامي لأخرية فالاسم له قيمة خاصة نعم عندي الشركس نعم الرواية بالذات حبيت أحط فيها أو أضع فيها شيء من القضية الشركسية من تطلع الشركسة إلى حنينهم إلى الوطن الأصلي نعم وبنفس الوقت مواطنتهم الكاملة في الأردن نعم وفي كل الدول العربية اللي أقاموا فيها وفي تركيا نعم الرواية أيضا حقيقة إلىها جانب شخصي وهي أنه المرحوم مصعب خورمة أنا غيرت اسمه في الرواية كان أبوه شركسي نعم وأمه فلسطينية مقدسية فأنا حبيت أنه أجمع بين هذول الشخصيتين والقوميتين وأبرهن كيف استطاع هذا الزواج أن ينتج شخصية استثنائية مثل هذا الشاب الله يرحمه اللي استشهد في تفجير الفنادق بالإضافة إلى هذا طبعا الرواية تهدف إلى أن تشير بأصبع واضح إلى أنه الخاسر الأكبر في هذا التفجير اللي حصل هو القاعدة نعم ومن تبع سبيلها لأنه الناس ما تعاطفت معهم على الإطلاق كانت الأسباب أو الدواعي إلى هذا التفجير إلى هذه التفجيرات الثلاثة كانت دواعي مفتلقة كذبا أنه هذه الفنادق تعج بعملاء الموساد وإلى آخره الستة وستين شخص اللي قتلوا معظمهم أردنيين وكانوا فيه أكمن سايح صيني وياباني ولياغري فحبيت أني يعني أكتب عن هذا لأنه الجانب الشخصي أيضا والد الشاب مصعبه ووالد ووالدته كانوا أصدقاء شخصيين إلي فكان أصعب إشي عليه حقيقة نقول أبوه كان يتوفي من زمان لكن كانت والدته موجودة وكانت مريضة نعم وكنت أنا أروح لعندها على أساس بدي أخذ منها معلومات عن ابنها أنا ما كنت أعرفه كويس بسبب فارق السن بيناتنا تبلش تحكي بعد دقيقتين تصير تبكي أوقف أغير القصة بعدين قالت لي اسمع محمد أنا ما عرف أنت شو اللي عم تساوي بدك تسألني وبدك أظن أبكي خلصني يا مسكين الله رحمة الله حضرتك تجيد النطق والكتابة بأدة لغات نعم الإنجليزية طبع العربية هي الأصل الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والتركية والشركسية نعم معروف الشركسية الأصول والعربية هذه الأمة التي الآن أنت في في أحضانها لغات صعبة طبعا الإنجليزية الإنجليزية الفرنسية كيف استطعت أن يعني تتعلمها بالنسبة للغة الإنجليزية أنا كنت في مدرسة ترسانطة فبالتالي كان يعني أقوياء باللغة باللغة الإنجليزية وأنا كنت شغوف بالمطالع حقيقة بحيث أنه الخوري أبونا برويا كان أميني المكتبة نعم وكان يعرف شغافي بالروايات والقراءة فكاني ناديني يقول لي أخوات هذا الكتاب ترجع بعد أسبوع إذا شخطت ما موتك أقول أبونا أنت خوري يعني ما بصير تحكي عنك يقول لا يغرك هذا الثوب بتدير بالك عليه فكنت يعني مثلا قرأت يمكن أكتر من 12 مسرحية لشاكسبير كل أعمال هيمينجوي وهكذا فصارت ملكتي اللغوية الإنجليزية قوية جدا وكنا ندرس أيضا الفرنسية أنا أحب اللغات فكنت أقرأ أيضا بالفرنسية كل ما تصل إلي لكن يعني قرأت الدرس الفرنسية في نفس في نفس المدرسية ولكن لم تكن إيجادتي فيها بقدر إيجادتي للغوة الإنجليزية حدما الإيطالي أثناء العمل كنت أسافر لإيطاليا بكثرة فهي قريبة من اللغة الفرنسية والإطليان ناس مريحين جدا وبشجعوا أي شخص أنه يحكي لغتهم وما بيحاولوا طبعا يتمسخروا عليه إلا إذا كان صاروا صحاب مثلا أول ما أحكي أربع خمس كلمات إيطالية يقولوا لي آه ليه برلاتو بيني يا زوكا أنه أنت بتحكي كويس فأيضا يعني أستطيع أقول أني بتفاهم أنا وياهم في المسائل البسيطة بالنسبة للتركي أنا قاعدت في تركيا سنتين نعم فبالتالي تعلمت اللغة التركية واللغة التركية بالنسبة لنا كعرب سهلة جدا نعم هم عم بيحاولوا حاليا حطوا كلمات إفرانجية أو غربية مكان العلمات العربية ولكن إذا بتحكي معهم بأي اللغة الأساسية فيهم أقراضات عربية كثيرة أكتر من نص الكلمات اللي كانت مستعملة في الوقت اللي أنا كنت موجود فيه كان أصلها عربي نعم فبالتالي سهل علي أنه خلال أشهر أتعلم اللغة التركية وهي لغة سهلة جميلة حقيقة مع الشركة سيئة هناك مفردات مشتركة بين التركية وشركة سيئة في في بعض المفردات المشتركة بسبب العناقة التجارية العسكرية كذلك كانت قائمة بين الأتراك وبين الشراكس في القرن السادس عشر فصاعدا نعم إيجادتك لبعض بعض اللغات دفعتك إلى ترجمة أعمال أدبية ومنها أعمال الروائي الأردني المعروف محيدين قندور قندور نعم يعني منها سيوف الشراكسة وصقر أندلوس والسلطان الشركسي بيبرز يعني أعمال كثيرة حقيقة نعم يعني اختيار هذا الكاتب أغلب الأعمال التي ترجمتها هي للكاتب محيدين من قندور وأيضا من أصول الشراكسية هل هناك قرابة بينكم صداق اختيار فقط أم فقط الهدف والأعمال أنه أغرت أغرت محمد الزوقة حتى يترجم هذه الأعمال صدقني هو العملية عملي الصداقة بدأت بهذا الشكل أنا بعرفه من أكثر من 50 سنة نعم وكان معروف إلنا أثناء غيابه في أمريكا أولا طالبا وتانيا مخرجا لعدة أعمال نعم هناك واشتغل في هوليوود وغاب عن الأردن ممكن أربعين سنة بس كان يجي زيارات نعم هذا السبب في أنه لغته العربية لم تكن تساعده أن يكتب باللغة العربية فبالتالي اجتمعت في مرة بحفل إشهار أحد الكتب اللي أنا كنت عامله وعرض علي أنه يا أخي هذا الكتاب عن الشركس وعن كذا تجرب نعم أعجبني فترجمته وبدأت القصة هو يكتب طبعا لأنه كشركسي وعنده حرقة على الموضوع الشركسي نعم وحماس وعلاقاته جيدة فكان يكتب عن هذا الموضوع باستمرار نعم و أنا صرت أترجم ومشينا في هذا بأي لغة ترجمت الأعمال من الإنجليزي إلى العربي نعم هو بكتب بالإنجليزي وأنا بترجم له إلى العربي صرت أعمله تقريبا عشرين عمل حاليا آخر واحد هو عن محاولة الانقلاب في تركيا سمى ليلة الجنرالات نعم كتاب أيضا طبعا أنا كنت أنذهل أقول له منين جايبها المعلومات قال لي قائد سلاح الجو التركي الجنرال فلان نعم قال لي هذا شركسي وهذا صاحبي نعم فبالتالي لك أن يعني معلومات معلومات دقيقة وانتقول له بس وصلنا نعم طبعا يجب أن أعترف هنا أنه في هذا السياق دكتور محدين يعطيني حرية لا بأس بها نعم في التغيير بعض المواقع أنك تتصرف بالترجمة لأنه لأنه هو يخاطب العقل الأوروبي والأمريكي أما أنا عم بكتب بالعربي فأنا أخاطب العرب نعم وبالتالي غير أنه قناعاتي قد يعني تختلف قليلا هو بيترك لي هذا المجال حقيقة نعم ومن الأمور المضحكة أنه أول ما طلعت أول كتاب سيوف بلاد الشيشان قالوا له يا محدين هذا محمد أزوقة كاتب الكتاب كأنه قصة عربية بأسلوبه هو وكانوا محتجين طبعا على هذا قال لهم حلو قالوا له آه قالوا خليه يكمل خليه يكمل وأصبحت القصة تاريخ الوقت المخصص للحلقة انتهى شكرا لك الروائي الأردني محمد أزوقة شكرا لك على هذا الحوار الممتد شكرا على استضافتكم وتمنى لكم النجاح شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة ودعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج شكرا لكم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة